المقالة اليوم باعتقد يعني على إياس في ضوء ما يجري دلع هوكشتاين وغارات نتنياهون المبارح كان يوم مميز في الحقيقة الإعلان في الكيان عن تأكيد زيارة المبعوث الأمريكي عمس هوكشتاين إلى تل أبيب الأربعاء قادما من بيروت وتأكيد مسؤول أمريكي لوكالة إكسيوس أن هوكشتاين سوف يصل بيروت قريبا لا يمكن أن يلغيا حقيقة أن التشكيك في زيارة هوكشتاين جاء من واشنطن أيضا ولم يكن خطأ ارتكبه هوات بل لعبة مارسها محترفون ذلك أن وكالة إكسيوس التي نقلت تأكيد الزيارة هي نفسها التي نقلت الشك في حدوث الزيارة ونقلا عن مسؤولين أمريكيين أيضا كما نقلت عن مسؤولين أمريكيين التأكيد فقبل ساعتين ونصف من إعلان التأكيد كانت نشرت إلغاء الزيارة وقد شهدت الساعتان غارات إسرائيلية مكثفة وصلت إحداها إلى قلب العاصمة اللبنانية واستهدفت فيها منطقة إزقاق البلاط القريبة على بعد عشرات الأمتار من السراي الحكومي مع عشرات الغارات في الجنوب والبقاء هلأ عم نعمل كرونولوجي بالساعات في الخامسة بعد الظهر نقلت إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن المبعوث الأمريكي أموس هوكشتين أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه برري تأجيل زيارته لبيروت لحين توضيح موقف لبنان من اتفاق التسوية علما هذا لم يكن قد حدث يعني الرئيس برري لما قال استغربت لأنه لا اتصل فيه ولا شيء بس نكبل خبر وأكد المسؤولون أن الكرة في ملعب الجانب اللبناني ونريد إجابات من لبنان قبل مغادرة هوكشتين إلى بيروت وهو يبدو كان صار رايح على المطار ليطلع بالطيارة هاي المناورة الإعلامية كان إلى وظيفة هي هد الأعصاب أنه طارت ما جاي الزلمي ما في مفاوضات يعني في قصف على بيروت وهذا يعني يا تباه يا تعساه يا خيش وبدو نعطوهم الملفت هون أنه نائب رئيس مجلس النواب اللي ياسبو صعب اللي هو صديق لهوكشتين وطبعا هو ملتزم بالثوابت اللبنانية الوطنية وعن بدافع عنها أنا ما عم يعني ضروري أن يكون واضحا أن كلامي هنا ليس فيه أي إساءة له أو تفسير مجافي لموقعه الوطني لا بس عمول أنه هو لما بيوقفوا بيقول أنه كأنه هوكشتين متريث فإذن هذا تأكيد إلى أن جزء من المناورة كان الإيحاء بتريث هوكشتين حتى وصلت إلى الياس بوصعب يعني الإيحاء له بأن هوكشتين ليس شؤال كان طالع على الـ CNN بالخمسة ونص خمسة واربعين خمسة واربعين ديئة بيقول للـ CNN أنه ما بدها لأد تشاؤم لكن فيه تريث عند هوكشتين لأنه ما بده يعمل زيارة فاشلة على لبنان وبده زيارة توصل إلى إبرام تشوية ولحد الساعات اللي قبل ظهوره ما في موعد رسمي لزيارة هوكشتين إلى بيروت علماً الرئيس بري قال للعكس قال لا هو محدد موعده جاي في الثامنة وخمسة واربعين دقيقة إنجل غبار التشكيك بتصريح لرئيس مجلس النواب نبيه بري نقلته صحيفة الشرق الأوسط قال فيه أن زيارة المبعوث الأمريكي أمس فوكشتين إلى بيروت في موعدها يعني في موعد الثلاثاء مستغرباً كل ما أشيع عن إلغائها وتسبب في تبديد التفاؤل الذي سادى الأجواء الإيجابية التي يبنى عليها لتقديم الحل السياسي على الخيار العسكري لكن قبل حديث بري بساعة أشارت القناة 12 الإسرائيلية اللي كانت قالت أنه يمكن يجي يمكن ما يجي أشارت إلى أن المبعوث الأمريكي سيغادر إلى بيروت بس أمتى عقب حصوله على توضيحات من الجانب اللبناني تسمح بالتوصل لتشوية طبعاً رجعوا بعدين قال لا أكيد هو جاعة الأبيب مثل ما لنا لكون في البداية أنه إجا من الكيان الإعلان عن أنه هو جاي وسيصل إلى الكيان الأربعاء آتياً من بيروت الواضح إذن أن هناك رسالة مدروسة وراء هذا الصعود والهبوط في المعلومات حول زيارة المبعوث الأمريكي لأنه مسميه دلع يعني هو باللعبة السياسية هذه وظيفته أن يبدو متدلعاً فمن جهة هناك تراجع في منسوب القدرة الإسرائيلية على لعب أوراق القوة ولم يتأخر صاروخ تل أبيب كثيراً حتى وضع معادلة بيروت مقابل تل أبيب وقال أن التمادي في طلبات من نوع حرية العمل في الأجواء والأراضي والمياه اللبنانية أي وضع لبنان تحت الانتداب الأمني لجيش الاحتلال أنه يصير ضفة شمالية يعني وإنهاء وجوده كدولة سيادية ويصير هذا الاتفاق مثل اتفاق أوسلو ولبنان ألاف وبي وجيم والإسرائيلي بيأسم وين بنطنت بين مناطقه وين بأجواءه حيث الحصول على منطقة جنوب الليطاني خالية من الأسلحة الثقيلة للمقاومة باعتبار أبناء القرى في قرىهم وسلاحهم معهم هم المقاومة وهم حزب الله وهم حركة عمل فإذن التمييز بين مكسب السيطرة على الأجواء واللعب بالأرض وبالمياه وبين نص السبعة عشر سفر واحد كانوا مخلوطين ببعض بالطلبات الإسرائيلية وبدأ من زيارة هوكشتاين أنه خلاص فوصل بيناتهم أنه انشالت كل الطلبات بالورقة اللي انبعتت هذا الحكي عن أنه بدنا نبعث بدنا حرية العمل في الأجواء بدنا حرية العمل في المياه بدنا حرية العمل البري إن شاء ما عد موجود بيه التمسك بيه مثل ما اليوم وزير الطاقة هذا بيضحكني يعني الإسرائيلي لن نقبل بوقف اطلاق النار قبل انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني يا حبيبي هاي السبعة عشر سفر واحدة يش بيقول شو عم تخترع البارود ولا بنطلعنا احنا من قللك لن نقبل بوقف اطلاق النار قبل إعلان إسرائيل الالتزام بوقف الطلعات الجوية والاستعداد للخروج من مزارع شبعة والبدء بالانسحاب من بلدة الغجر والوصول إلى التسليم بالنقاط المتنازع عليها شو من كون نعملنا كون نعمل نقول السبعة عشر سفر واحد بس نحن ما عنا عناتر لأنه شعرين بقوتنا ومبسوطين فيها انتوا اللي شعرين بأنه قوتكم مطعون فيها أمام مستوطنيكم ولذلك لازم يتبيعوهم أكاذيب عم تاخدوا الفقرة المناسبة من السبعة عشر سفر واحد وبتعملوها شرط جديد كأنه هلأ انتوا اخترعتوه هذا مش شرط جديد بس هذا له تمن هذا التمن هو وقف السيطرة الجوية 18 سنة عم تبلدجوا بالجو والمياه تجسس وتنصت وتجميع معلومات هذا بديوقف وقصف لسوريا وإلى آخره من الأجواء اللبنانية ومزارع شبعة بتكون تطلعوا منها وأول دخولوا شماعة تقولوا بتكون تطلعوا من الغجر هلأ دلع هوكشتاين وقارات نتنياهو وظيفة واحدة هي محاولة خلق مناخ لبناني تحت ضغط الانهيار للقول أنه مسودة عموس هوكشتاين اللي فيها هالغموض اللي بيسمح بالحديث عن حق الدفاع واستعماله يبقى مطاط واللجنة الدولية هاي المساندة كمان تبقى مطاطها المشرفة على القرار هذا النص أنه بلا ما تفوتوا هلأ بتقولوا هاي بدا توضيحه هاي بدا تصحيحه هاي فيها وهاي بلاها ما عندكم وقت لأنه هوكشتاين ببطل يجي والإسرائيلي بيفوت عليكم بقسوة أكثر هاي بيروت حتى على جدوى الأعمال واضح أنه هاي الشربي يعني ما حدا شربا وفشلت وصار هني عليهم يطلعوا جديين بعدم مجيء هوكشتاين يقولوا ما بقى بدنا يجي هوكشتاين لأنه أنتم عندين وما أخذنا التوضيحات اللي بدنا إياها ومنتحمل تل أبيب وراح نفرجيكم شو بنعمل الواضح أنه الذي جرى هو تفاوض تحت النار وسيستمر تفاوض تحت النار لكن واضح أن التفاوض تحت النار الآن قلبت معدلته لصالح المقاومة صار على الإسرائيل الآن أن يفاوض تحت النار أي أن يتلقى نار المقاومة وينزل بسقوفه بما يتلاءم مع قوة هذه النار كي يحصل على وقفها بثمن يريده لبنان ولا تنازل عنه وهو 17-01 لا زيادة ولا نقصة ترجمة نانسي قنقر